أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وقلت الوكالة في بيان أن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص مضيفة أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة اشتركوا في القناة